اشتركوا في القناة المسيرة التنموية في البلدين معربان عن الفخر والاعتزاز بالنهج الذي رسخه حظرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله رعاه وحرص جلالته على بناء علاقات اخوة وصداقة مع مختلف دول العالم تفعيلا لمبادئ وقيم الدبلوماسية البحرينية جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها معالي رئيس مجلس الشورى ومعالي السيد محمد صادق سنجراني رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني صباح اليوم في مقر المجلس بالقضيبية حيث يزور معاليه مملكة البحرين بدعوة من معالي رئيس مجلس الشورى واشهد معالي رئيس مجلس الشورى بالعلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الاسلامية وما تشهده من نمو مستمر وتنسيق بناء في العديد من الاصعدة خصوصا الاقتصادية والسياسية والتعليمية والتشريعية والثقافية والرياضية الى جانب المجالين العسكري والدفاعي واشهد معالي رئيس مجلس الشورى الى ان العلاقات البحرينية الباكستانية تعد من العلاقات الدولية المتميزة والممتدة باكثر من خمسين عاما وذلك لما يحرص عليه البلدان الشقيقان من بذل الجهود والمساعي الحثيثة للدفع بهذه العلاقات نحو افاق ارحب واثنى معالي رئيس مجلس الشورى لم وصلت البلدين الشقيقين في تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات المشتركة في شتى المجالات والتي كان اخرها مذكرات التفاهم في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ولفت معالي رئيس مجلس الشورى الى ان الزيارات المتبادلة بين رؤساء وعضاء المجالس التشريعية في الدول العربية والاسلامية والتي تسهم في توحيد الجهود وبناء المواقف ورؤى موحدة تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك واطلع رئيس مجلس الشورى واطلع رئيس مجلس الشورى معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني على الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في سن التشريعات وتعديل القوانين النافذة واليات العمل في المجلس مستعرضا في هذا الاطار عددا من الانجازات والنجاحات التي حققها المجلس خلال الفصول التشريعية الاربع الماضية بن جانبي عربا معالي السيد محمد صادق سنجراني عن عظيم الشكر والثناء لمعالي رئيس مجلس الشورى ودعوة معاليه لزيارة مملكة البحرين والاطلاع على تجربتها المتميزة في المجال التشريعي والعمل البرلماني ومستويات التطور التي بلغتها بفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه موجها معالي دعوة لرئيس وأعضاء مجلس الشورى لزيارة باكستان العلاقات بين البحرين وباكستان قوية جدا في مختلف القطاعات واليوم نبتدي تعاون جديد وهو التعاون البرلماني ويهدف إلى تبادل الخضرات في هذا المجال وبالنيابة عن الوفد الباكستاني وباكستان نشكر ملك البحرين وحكومة البحرين لاهتمامها بالجالية الباكستانية في مملكة البحرين اليوم اجتماعي مع معالي رئيس مجلس الشيوغ كانت وجهات النظر متطابقة نقدر دور باكستان في يعني ما قدمته للبحرين من دعم مساندة وأيضا نشكر الجالية الباكستانية في البحرين وعلى مساهمتها في مشاريع التنمية في البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر